وفي خبر آخر كشف وزير النقل كمال بلجود أن قطاعه يسعى لتوسيع يقول الرحلات الجوية المخصصة للحج والعمرة المقتصرة حالياً على خمسة مطارات إلى مطارات أخرى من الوطن وقال بلجود أن المطارات المعنية برحلات الحج والعمرة تحدد خلال مجلس وزاري مشترك مخصص لهذا الشأن مذكراً أنه تم إلى حد الآن تعيين خمسة مطارات لاستقبال هذه العملية هي مطارات الجزائر العاصمة وهران قسنطينة عنابة وورغلا وأكد وزير النقل في رده على سؤال للنائب فريدة غمرة حول إدراج مطار الصيف ضمن قائمة المطارات المعنية بتنظيم رحلات الحج والعمرة وإعادة ترتيبه ضمن الصنف ألف إضافة إلى اقتراح استقلاليته عن مؤسسة تسير المطارات لقسنطينة أنه سنسعى لتوسيع هذه الرحلات إلى مطارات أخرى مشيراً أن جل الولايات تطالب بهذا الأمر مشيراً 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 مشيراً